هذه هي القربة أو الثلاجة الطبيعية كما يحلل البعض تسميتها وعاء طبيعي يحافظ على عذوبة الماء وبرودته نحن كان عندنا زمان من كنا سخار وكنا نعقل مع الكبار كان عندنا الحاسي في الدار اليوم أنا عندي الحاسي في الدار وعندنا القربة هي الفريجيدار والقربة كانت حاجة سطابل يعني القربة كانت عندها الحمارة تلتسلوكة وشادينها في الوسط وهي دائرة وتشد البرود 24 ساعة على 24 ساعة والناس تشربوا النار الطبيعي تحضر القربة عملية شاقة وممتعة في آن واحد تبدأ بسلخ جلد المعز وتنتهي بتجفيفه ودبغه بمادة الملح صنعة القربة ندروا لها بركة نبحوا المعزة ونسلخوها هذه البركة ندروا لها كما هاك ندروا هنا الملح نلحوها بالملح ندروا ونربطوها منها هنا وهنا وهنا ونعلقها كما هاك ولا تكتمل النكهة الطبيعية للمياه القربة إلا بإضافة مادة القطران المصنوع من شجر العرعار ندروا فيها القطران القطران نكسلها كما ننكسلها بهذه هذه راح فيها قنة نحن نزلل نخدمتها نكتشوف القربة وظهر يولى لون هدير هذا كل قن القطران وبالرغم من أننا في عصر المبردات إلا أن الحنينة إلى القربة يبقى مستمرا كما قال أحدهم قميها بالقطران من جلد لبياض ترويني وشكوة البن الممخوض عند السادات مقام ترجمة نانسي قنقر